بسم الله عمارة الفقراء الدكتور حسن فتحي ترجمة الدكتور مصطفى إبراهيم فاهمي تجربة في ريف مصر عمارة الفقراء نشر أصلا في عام 1969 تحت عنوان القرنة قصة قريتين في طبعة محدودة بواسطة وزارة الثقافة في القاهرة ونشر عام 1973 بواسطة جامعة شيكاغو ونشر في مصر الأول مرة عام 1989 بواسطة الجامعة الأمريكية في القاهرة مقدمة المترجم حسن فتحي ليس فقط المهندس المعماري الفز السابق العصري ولكنه أيضا فنان يعشق فن العمارة بمثل عشقه للموسيقى وكثيرا ما كان يعقد المقارنات بين التكوين المعماري والتكوين الموسيقي بما يبين ولعاه بالفنان ورغم نشأته من أسرة سرية فإنه قرس كل عبقرياته وفنه الذي يعشقه في العمل على أن يتمكن أفكار الفقراء في الريف من الحصول على مسكن صحي رخيص باستخدام أبسط المواد والتقنيات المتاحة في البيئة مع الحرص على أن يكون لكل عائلة بيتها المميز بطابعها الخاص حسب احتياجها وزوقها مع عدم اللجوء إلى النموذج النمطي إلا في النواحي الأساسية وليست التفصيلية وهو أيضا يعمل على أن يربط من قطع من تواصل في طراث المعمار الشعبي ليس فقط لما في هذا الطراث مجام جمالية بل ولأنه أيضا حصيل التجارب الأجيال في حل مشاكلها المعمارية وتطوير المعمار للوصول إلى ما هو نافع ومفيد في البيئة المحلية وهكذا فإن على المهندس المعماري أن يعمل على ربط المعمار الشعبي بالمعمار الهندسي الأكاديمي وأن يؤكد على ما يجده فيهما من ملامح مشتركة فيها الفائدة والجمال معه ولم تكن هذه الأفكار مجرد أحلام رومانسية نظرية بعيدة عن التطبيق الواقعي فقد أمكن للمهندس حسن فتحي إثبات صحة نظرياته عمليا في عدة نمازج قومها وأصارت الإعجاب كما أنه حاول تطبيقها على نطاق واسع عندما عهد إليه بإنشاء قرية بأكملها في القرنة بالسعيد ومع أنه قطع شوطا كبيرا في ذلك إلى أنه كان يواجه دائما بشتى العقابات والمعوقات سواء من البيورقراطيين المتحجرين أو من المقاولين الذين روا أن نظرياته فيها كل الخطر على مكاسبهم الهائلة من نظام البناء التقريدي السائد ورغم كل المرارة التي أحسبها حسن فتحي لعدم اكتمال تجربة القرنة وما لقاه من عنت قبلها وبعدها فإنه لم يتخل قطع عن إيمانه بأفكاره عن العمارة الفقراء وظل يعمل على نشر رسالته بل ثم أنه يخط تجربته مكتملة في هذا الكتاب مع وضع خطة كاملة لعادة بناء كل بيوت الريف في مصر وفي هذه الخطة خلاصت خبرته ونظرياته للمعمارية الجمالية الاجتماعية ويحزن من خطورة أوضاع الإسكان الريفي وقتها وأنه ما لم يتم تدارك الأمر بخطة علمية متكاملة فسوف تسحف المباني الأسمنتية المشوهة الكائبة من أطراف مدن مصر إلى كراها ويانبوءة بدأت تتحقق بكل أسف ومن هنا كانت أهمية تقديم هذا الكتاب مترجما للعربية لعل فيه ما يوقف الانتشار العشوي لهذا الوباء وباء المعمار المشوهة المستورة ويسرني هنا أن أسجل عميقة شكري لأساتذة المهندسين الذين تقرموا علي بسمين وقتهم واهتمامهم بما ساعدني في ترجمة المصطلحات الهندسية وهم الدكتور أحمد علي عريان والدكتور مصطفى عبد الحميد سعد والمهندس الفنان عصام صفي الدين فالفضل لهم كل الفضل في المصطلحات الصحيحة أما إذا كان سمت أي خطأ فلعله بسبب من عدم استيعاب شرحهم المترجم الدكتور مصطفى إبراهيم فهمي